نشاط برلماني مكثف شهدته اللجان البرلمانية في مجلس الأمة وعلى رأسها اللجنة التشريعية التي ناقشت العديد من الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين المحالة إليها ووفقت اللجنة خلال الأسبوع الماضي بالإجماع على إنشاء المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي المقترح الذي تقدم به النائب عسكر العنزي مؤكدة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى مواكبة النظم الحديثة في قياس وتقييم ومتابعة الأداء الحكومي للنهوض بكافة مرافقها ونجاحها في أداء المهام الموكولة إليها معتبرة أن وجود مثل هذا المجلس يرتقي بمستوى الأداء في الجهاز الحكومي من خلال تقديم كافة المساعدات الفنية والإدارية للارتقاء بالكوادر البشرية الأمر الذي ينعكس في النهاية على التنمية بدولة الكويت اللجنة ناقشت أيضا مقترحا مقدما من خمسة نواب يقضي بإصدار قانون محكمة الأسرة إلا أنها رفضته بسبب ما وصفته بخلط وغمض ومخالفات قانونية شابة الفكرة والمضمون نشاط مكثف للجنة التشريعية لمناقشة العديد من الاقتراحات ومشاريع القوانين يؤكد أن قادم الأيام سوف يشهد زخما لدور عقاد تشريعي بامتياز